يا رفاقة الخير والجميع ثابت لك الواحد مشترك ومفعل الجرس وصلنا مراكش اليوم حافل اليوم انا اول مرة اشارك فيه شي ديد علي وعليكم فقلت خلني اخبركم كل التفاصيل هذي شي اسمه الفورميلا اي عارفين الفورميلا اون هذي اسمها الفورميلا اي يعني سيارات سريعة لسه باج ولكن بمحركات كهربائية ونسان مشاركة وقالي بوسعيد بوسعيد مكانك محفوظ انت لازم تكون ويانا براويكم لقطة سريعة للسيارة هذي وبعدها من انطلق لهذا المكان وشوفوا السيارة في ريد كاربت هني شي خرافي هذه السيارة وراي هذي 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 واقفة شكلها خرافي عندكم طبعا اكيد ان اسمه نيسان موتور سبورت شوف الكاربون فايبر شوف وطبعا مافي اكزوز مافي منها سوالف ولكن انا متأكد ان السيارة بتكون صاروخ وطير طبعا شوف البراندينج اللي عليها بعد شوية منسيره منشوف مال السيارة هذي في الحلبة في ماء راكش وباشر ان شاء الله رب العالمين بيكون السباك يوم ولا ارواح يوم خرافي هل لكم جاهزين لليوم اللي اكثر من رائع مع السيارة هذي من المغرب ان شاء الله فلتس جو هذي ساعة الصفر باجل الثواني وبندخل داخل القراج الاسرار وكلها المواضيع قالونا مين ينفع دخلوا الكاميرا ولكن بنسعل بعض الاسئلة بنيبتون بعض المعلومات البطارية روحة هذي سيد مايقدروا نسوون فيها شيء ولكن وين التكنولوجي التكنولوجي تبدأ من السباك الاشياء اللي مبين التاير ومبين الباور ترين اللي ما توصل للسيارة كل هذي التفاصيل التكنولوجي هني تصير في هذا المكان بنسأل عن كل شيء بنحاول نيبلكم شوية معلومات بنحاول نصور لكم شوية شغلات فاستي توند على عروم يا رفاقة الخير نصمتين القراج ورانا من هناك ما نقدر نصور لأسباب التالية يقلكم المكان اللي هني نطلع لكم السيارة من هنا من الخلف البطاريات من قوانين سيارات الفورميلا إي في شغلات ستاندر الباديو مال السيارة والبطارية وين التكنولوجي تبدأ؟ تبدأ كل مطورين الموجودين هنا الهدعشر الموجودين كل واحد يشتغلك على السيارة في الباور ترين او المحرك مال السيارة كيف هذي الباور تطلع كيف ان نقدر يستخدم هذي البطارية 45 لفا بأسرع وقت كيف 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 كل هذي المواضيع اللي عرفنا ان السيارة وزنها 900 كيلو درام من الصفر لمدة 2.7 سيارة السرعة كاملة 280 كيلو متر في السابع كيف الدرايفر ان يستخدم الباور هذي وحيث ان البطارية ما تخلص ونعطيكم كل التفاصيل ان شاء الله قاعدين انتو كهرباء دي سي موان رفاقة الخير والحين التجهيزات الأخيرة هذي السيارات من نيسان طلع الرابع في التجهيزات فيكون هناك الرابع الحماس ومهصة هالف قريبة من فورمولا 1 الشغلات وائد فنانة الناس كلهم جمعين وباقي شوية عن الانطلاقة نعطيكم جميعا ونحن هناك لك ونعطيكم جميعا واني سوي لك شارجنج الأخير تشايفين ان شاء الله ينتقل طلع الثالث ثالث ليس الرابع جميلة جدا عندك الشاشة الكبيرة تعرض لك كل المعلومات اللي تباها عن السباق عندك كيفت شوب لما تشتري اي شي عن الفورمولا وعندك السيارات الكهربائية وعندك هناك كل التفاصيل وكل شي خاصة بالسيارات الكهربائية عندكم عروض ومطاعم وكل الثيم هذا اللي يحمسك ويدخلك في الموت عندنا هذا الروبوت يا رفاقة الخير يقولكم هذا الروبوت يقدر انه يتعامل مع الناس من غير اي حواجز بينه تقدر هذا تبرمجه بحيث انه تتسويه اللي تباه فمثلا حين مبرمجين انه يتسوي او يصور سيلفي لك فمعلم انه كان يصور سيلفي هل ملاحظين؟ هذا تقدر تبرمجه بأي طريقة ثانية الحين مبرمج انه يقدر ياخذ لك التلفون هذا ويصور سيلفي انا اقدر ابرمجه بطريقة ثانية اقدر اخلي يسوي لي ماي اقدر اييب لي اي شي حسنا؟ شكرا جزي اللي يفرق بين هذا المكان والسباقات الثانية هذا المكان في كل شي خاصة التكنولوجي اخبركم بالقبط شو الشي اللي ابهرني وداما انه هذا السباق سيارات كهربائية الفورمولا اي هي نفس الفورمولا اول ولكن سيارات كهربائية المكانة كهربائية السباق شغال الحينة ولكن نحن ما نسمع ولا شي ليش؟ لانه سيارات كهربائية اخبركم شغلتين لايت ابهرت لي شو يعني؟ انت كمشاهد انا اشجع الفريق الفلاني كيف انا اقدر اعطي هذا الفريق بوست وانا شجعة من ابعيد يعطوك لينك انت تدخل على اللينك هذا تضغط لايك للمتسابق اللي انت تحبه كانت اللايكات لهذا المتسابق من اول خمسة بيعطونا ضوة زيادة وبوست زيادة في السباق هو داخل السباق بعد 15 لفة طبعا السباق 45 لفة مع لفة زيادة عن طريق الفان بوست طبعا لماذا ليسان دخلت في هذا المجال؟ ليسان عندها ليف باعت وايد سي اير منها وعندها النسمو داخله في الريسيك لقد قمت باعتنا ودخلوا لكم هذا السباق اول سنة المكان حماسي وشغلات جميلة المكان كامل مليان بالتكنولوجي ترى اشياء غريبة روبوت ما روبوت يمشي صوبك كل هذه السوالة الفنانة فأشياء اول مرة يشوفه نفس هذا الشخص الله بخير جميع سنو؟ حيالله بكيوستيك يا رفاكة الخير نعزم فيه شاي مغرفي نحن نستخدم كما ترى السيارة كلها ورانا والشغلة الوايد اوكي هنا في شي عندهم اسمه التاك موت يقعد اربع دقائق عندك استخدمها مرتين في السباق اربع دقائق باستنوا اياك يزيدك 25 كيلو وات ويزيد من سرعة طفل فتكون على التاك موت يكون من برع اللون اللي برع يكون باللون البنفسجي وبعد 15 لفة من هذا تستخدم الفان بوست شغلات غريبة اول مره نسمع عنها ولكن هاكذا او كذا بيكون السباق في المستقبل وعلى عموم تشلنا تي بلاي ستيشن لما تشوف المواتر هنا لكن لا شي اصوات يعني حين نترى المواتر تطرع عن وراي وعلى عموم تشوف المواتر ومشيك ومشيك ستزود سلفي الحيلة عازان اقل لك افضل تكولوجي واتكولوجي بس ما اشتتوا يا رفاقة الخير بعده خلاص اذا ما تشت الفيديوهات من الأسبوع اللطاف اروح تشيك عليها هذا انستجرام وهذا سناب شات تجعلك ثابت وجاهز للفيديوهات اللي عقب اذا عندكم اي اسئلة عن الفورم اللا اي اكتبوا لي في الكومن تحت شوفوا سيارات المستقبل انا من هنا اقول لكم من مراكش من المغرب لتحدي ثاني لامكان ثاني لجميع